كل الأسعار فيه بوطس إلا سلعة واحدة هي الكمامة وغي اللي بغي يطلع لها الكمامة تقدر تديرها غيها كديرها بلو صافي المازوتر هرخص هود مياه في المياه غير المغرب اللي ما باش يهوده تعرفوا ايش ايه تعرفوا كله من سبعين دولار حتى الثلاثين دولار أربعين مش هاد وإحنا ما زالوا في المغي عاش عام ولا تسعه ولا ما زالوا لعنا مجاعة محرك إلا المغرب المغرب يتحرك في الارتفاع قبل ما يتحرك ليه غي يشم يطلع هذي يظركوا شحال عشر اياب اللي يهود كده ومازال الله سكتمها يا أخي يا دار شرب واش علم غاربة؟ أفرك يا العثماني وعندك الخبر ولا ما عندكش؟ سمعتوا غيف كورونا قالوا ان شاء الله غي يكلوا وششربوا وتنى ومعاري صالكم وكده عندما يقلب الإمام يديه الدعاء هل إذا كانت هذه الحركة اللي يرفع البلاء؟ البلاء منين يبغيت المشته يدير هاك؟ دعاء يا ربي غيث النافعا يا ربي غيث النافعا البلاء يدير هاك يا ربي يرفع علينا البلاء وش بغيت يدير هود؟ ها ربي يرفع علينا البلاء هاك؟ اشتا هاك؟ تراجع قياس كورونا تراجع قياسي كورونا تكسروا أثمان المحروقات نعم هات الشراكين الفن والطب والدين مغاربين خارطون في معركة كورونا الله يعاونكم منتجون يعلنون تخلي عن القناة في سباق برامج رمضان يثل تخوفهم من طماطولها في الأداء لأنها را طيحة فايت سبحان الله بالأمس النقاب يعيقوا النجاح واليوم الكمامة سبيلوا النجاة من لا يأتي طوعا سوف يأتي كرها يا واشت يا الله قالك المنقبة هي الوحيدة اللي ما يقساش المرض على حقش يديها دائرين واسموا اللي قويات والوجه واسموا الكمامة والرأس وما تسلمش يعني قال اللي قالهم كورونا هي كان دينهم طاعة لربنا فمن لم يطع ربنا يطع كورونا للمرة الأولى في تاريخ المحكمة اللي تعترف بالزواج والطلق الإسلامي الحمد لله يا رب يا رب روسيا هل تلعب دور الخصم والحكم في سوريا روسيا رداد سوريا واسم العداد الخاصم عداد سوريا لا يخص المجاهدين ان شاء الله والله انصر اردوغان نتمنى منكم تقدموا نصيحة لهؤلاء الشباب الذين يحبون الفتيات وحينما يختلفون معها انا يدرسوا لا يهتموا بالأولوياته وكل وقته هو يفكره وصورته لا تبتعدوا من عيناه فماذا يفعل كي ينساها معناه وانه طالب يدرسوا ولا قدرة له على الزواج انا ما عندك القدرة على الزواج هاش الدك اخويا من الأولى الأولويات يتبشي تقرأ لانه لو بقت مشى معها وتشوف فيها غادي تسكلك في القلب ديالك وتسكلك في الراس نتعك ما تركز ما تقرأ ما تصلي تقدر تزوج ما تقدر زوج واسمه بغيت واسمه بغيت بغيت تمشي للجهنم تمشي مع الله حرام انا مشيت للحرام متن ما ما تولي ولذلك قبل ما تطحف هاد الشرب يقال لك ولا تقرأ موزينة ماشي ولا تزوج اي كل ما يقربك الى هذه المصيبة التي يهتزلها بعدها غض الباصار ما تحضرش مع البنت تقرأ مع رأسك اجتهد يا شاب ارى هالأمة تحتاجك ايها الشاب باش تتعلم باش تحمل المسألة ديال الدين والأمانة انت راه الله تعالى حملك أمانة دعوة العالم هاس هاس خالها هيلف الممعلي ها يصوم هاوي يصوم الله يحافظ كنا يعاوني شوية سيبنيو صوم صوم مع رأسك يالك يرضى اه اين اكتفت تركيا باحتضان لاجئين سوريين فهي مذمومة لانها لن تسمح لهم بالعبور الى اوروبا وان سمحت لهم فهي مذمومة لانها لانها تبتزل اوروبيين وان حاربت بالشار فهي مذمومة لانها تحتدال الاربي وان وقفت الحرب وقفت الحرب فهي مهزومة وبعت الحرب يرضان ولذلك اردوغان ما راشدها قعف هذا الناس هذا ها اللي بغا يقول يقول اثر فيهما سيكس بيقوة العياذ بالله اخوتنا هذو يبانوا لي اسمه هادشين ارجو ان تذكر اخوة الازواج بحقوق زوجات مبناء معاليم فان منهم من يعتبر منزلوا فندقان للاكل والرعا فقط لا حوار لا نقاش لا مزاح ومنهم من يعتبر زوجات المجرمة تعالى يقتربوا منها ما تشوي بتعدان ما تشوي دعم يبغي انبغي الاسان يكون في بيته ان شاء الله تبارك وتعالى مثال للرجل الذي يحسن عشرة زوجته ومشي يعتبرها غيالة وبشر ولكن يعتبرها روح ان شاء الله تبارك وتعالى ويناقشها ويسمع لها ان شاء الله وربي ولداته يعطي وقت اما يظل في القاة ويقلس غلالة الربعة تعالى السباح ويولي عن تلبرات تعه ويبغي يشوفها غيه يعرفها غيف غيف الفراش هذا ظلم للمرأة ظلم ظلم عدلور وحكم يا الرجال عدلور وحكم ما ظلموش النساء قال لك سيدة بسم الله الرحمن الرحيم اثناء دخولي مع الجماعلي اداء احد الصلوات كبرت كبيرة الحرامور كانت قبل الامام اعتقد ان يسوي رفي اعمال الصلاة بعدها تداركتو هذا الخطأ كان مرضو الصوت الخافة للامام فما هو الحكم الحكم ما عليك والو كوليت ان شاء الله تعالى بذكر الاخر ووليت تتبع الامام ما عليك والو هلا يعتبر عدم تقديم النصح للمسيء صلوات من قبل من يلاحظوا هذه الاساعة شاركوا له انت يا الاسبت الناس يستمعوا لك والكلام بتاعك ان شاء الله يسمعوا له خلي حتى يكملوا النصلة ورعوا عنده يقول له تسمح لي نهضر لك فاح القاضية يراحظ تفصلة يقول لك نعم هارك درت هذه وهذه وهذه خطأ غير باللاتي قبل منك صافي ما قبلش منك ان شاء الله تعالى تكون قديت لعلك ما حكم الوضوء داخل بيت الخلاء الحكم الوضوء داخل الخلاء يجوزه باش توظف الخلاء في المرحاض في المكان اللي بعيد عن المسيء الأخرى صافي نقيو ذكش هل هناك من كراف تستساءل المولاقة في الاذان وتمددد كلماته ينبغي أن يؤذن اذانا لم ولا بلاغة فيه الشيء إذا زاد على حد دين قلب إلى ضده يؤذن وحل الاذان عادي هل الظروف الصحية هل هو الظروف الصحية الذين اجتازوا بسبب الوباء المستجد كورونا يحتمالين في التفادي المصفحة والعناق على سبيل الوقاية كما جاء في موضوع الخطبة انتع اليوم اللي مبغاش يسلم ان شاء الله تبارك وتعالى يعني عملا بهذه التوصيات مزيلا بسم الله الرحمن الرحيم قالك اشتريت منزلا غير محفظ ولا يحملوا رقمة احتزر في عقاري مئتي متر هذا المنزل اي السوق اشتريتوا على أساس مساحة مئة متر مربوعة مساحة مصرحة في عقد البيه بعد اكتشفتوا ان المنزل اقتطعه احد الاخوة اختي من المنزل ابيهم وانه خذ من عرض هذا المنزل المترين اي عشرين متر ليوضيفه لمنزله فاصباح المنزل اشتري فيه ثمانين متر فقط هذا الاب متوفي تركه منزله لزوجتي وبنتي كيفاء تصرف انت شريت مئة متر تقدر ان شاء الله تبركة وتترفع الدعوة المحكامة باشتري العشرين متر دي لانت شريت مئة متر قولهم روحوا تعبروا ان شاء الله السؤال الثاني بنك الصفاء يدعو زبناء الاستثمار اموالهم على اسس انهم يودعون مليون سنطيم على الاقل وربع ملايين سنطيم على الاكثر لمدة محددة مقابل ربح معين محدد قبل ان تنسز عملية البيع اجتماع هذا اجازه للمجلس العلمي الاعلى والهيئة الشرعية اجازة هذا النوع من الاستثمار داخل هذه البنوك وانا اللي حدي الان ما عرفت واش فتحوا هذه المسألة ولا مازال ما فتحوهاش ولكن لك يقولك فتحوها السين اخر رسالة بسم الله الرحمن الرحيم ليس من الاليق التماث الاعظار لعلماء الذين تغيرت مواقفهم في ظل همنة العداء والصياد ذوي القربة المصلت على الرقاب بالنيابة لو ان الامة كانت على قبل رجل واحد مع علمائها اللي سيعتبر هذا التغير من باب الثقية واخدارة الحرب في زمن افتتان العلماء اللي سالافتتان هذا مفتعل بالفكرة والقوة والواقع للقضاء على العلماء من على الارض اما بالقتل والسجن من قبل الحكام والعداء من قبل الجماهير ماذا تجن الامة من فقدان العلماء حينما يصدعون بالحق في مثل الظروف الهرج والمرج هذي فيموتون اه ليس الصدع بالحق وهو في متنوع الجمع اللي سيقتصر العلماء ثم متى عرفت الامة لعلماء قدرهم في هذا الزمن حتى تريد من تقديم نفسه مخرافا وفداء على نوص بهذا العرفان الفجاء الزائف اخيرا هل تستحق الامة فعلا يضحى من اجلها بخيرة ابناء العلماء وهي المبارزة لله بالمعاصي على شتى المستوية والصعود هي الكاسية العارية المرابية الخامرة الخاملة النائمة السادرة العابثة اللاعبة اللاهية اللغية والله هذا الكلام يوزن بالذهب والله الإنسان يلتمس العذان لهؤلاء العلماء الذين في ظل الحرج والمرج يتلونون ولا يريدون ان يصدعوا بالحق لأن نتقديم أنفسهم قربانا في هذا الزمان من أجل أمة اللاهية اللاغية في هذا الزمان شوفوا احنا واسموا غالي يقولوا لاشنكونوا متوازنين العلماء اللي قالوا الحق فرهم السجون يقتل اللي ما قالش الحق وسكت ويرا السجون هذول اللي بقوا بروا اسموا مفروض عليهم يقولوا الباطل مفروض عليهم يقولوا الباطل إلا ما قاش الباطل يتقتل إلا قال الباطل هو مطمئن أن هذا باطل وأن رأي يقولوا تحت صيات وتحت كذا منطر يقول هذا الباطل واسموا 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 واسمتوا أنتم العلماء كاملين سيكونوا في دارة واحدة يقول سيد الشهودة حمزة والذي قام إلى سلطان جائر فأمره ونافقت عليه قاعد نص تقدر تقول السلطان أنت جائر كل اللي ركي يدير التقي مسكين خايف ركي يشوف روحه واسمه يقول يقول يسكت يسكت أنا لا أبرير ولي أحد أنا يبعد يابني نشوف روحي وما نقدر نصبر أنا يقول بعض بعض العلماء ما كان التمسل العذار عرف إلا رام ورا هم الدكا كا يقول لهم قول ولا تقتل قول نص تقدر تصبر لك شي لا تقصر شي لو أنهم إن شاء الله تبارك سكتوا عن الباطل ومشاء درجة كبيرة ثم يطرحوا هالقضية هنا يمزينك يقول لك فهذا هرجو المرجو هذي الأمة اللي ما اديها شقاع في الدين والدين عندها هو التالي هل تستحق الأمة هذي الأمة مش تضحي من أجل هكذا هي هذي الأمة مسكينة خصها القدوة خصها لي بصيرها بالحق لكن هو يضح ماشي يضحي من أجل البشر إلا لكن ينطلق الإنسان في تضحيته في سبيل الله كيضحي البشر ما عنده وانه أنا دائما كان قولها يقول لك أنت أقعد الناس سمحوا فيك أش كنت تعمل أنا ما قلش نعمل لوحد أس أنا بقى خاطري أنا على شحد ولا أنت يرى بقى غيب وحدك وعم أخرجوك وأصحابك تخلعو عليك وما درج كده وضيعوك وكلا وكي يجو عندي قولوا ملينة كنت نخدم عندي فلان ولا عندي فلان أنا ما أخدم ش عندي فلان أنا نخدم عند ربي أنا سنة شي وحد فمن وقف مع الحق وقف لنفسه ومن وقف ضد الحق وقف ضد نفسه من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها هالمسألة يخص تكون وأرح عند الدعية إلى الله يكون مع ربي يخدم علاقة مع ربي ربي أولي يخلص كما يخلص كتا وحد غدا يقول لك سيد البرو عند كلي كنت تخدم لهم عاك تسن أحتاج وعند ك الناس وشكروك الناس وقدروك الناس أرف دويتكم الاسماء يا حبيبي يا ربي أخلص قلبنا لك اللهم يا حبيبنا يا ربنا إن كنت أقررت أعين كثير من خلقك بالدنيا والتجمعات والبشر والأشياء فأقر عيني بك وحدك وبنبيك وبالإسلام اللهم يا مولانا أخلص قلوبنا لك وحدك وحدك وصلى الله على حبيبنا محمد